إذا انتهى من قضاء الحاجر يعني انتهى البول والغاية تكلمكم الله لابد من تطهير المكان كيف نطهر المكان إما باستخدام الماء أو باستخدام المنادي للحجارة مثلا الخرب استخدام المنادي للحجارة لا بد أن تكون طاهرة لا نجيسة يعني ما يمكن يستعمل منديل مستخدم في التطهير من النجيسة يعني ما يمكن أن يستعمل أوراق المصاحب أو أوراق العلم الكتب العلمية ويقطع بها أثرا خارج من البول والغاية لا يمكن أن يستعمل أوراق المنادي للحجارة كذلك العظم لا يجوز يستعمل أبقل ما يستعمل ثلاثة أحجار أو ثلاثة منادي الأقل شيء لأنه الآن لو مسحة بالمنديل الأول أصبح المنديل الآن نجيس لا يستطيع أن يستعمل في المسحة الثانية نعم أقل شيء قلنا ثلاثة أحجار ثلاثة منادي إن قطع الأثر يعني خرج المنديل الثالث الآن ليس فيه أذر لا بول ولا غاية هذا معنى أنه خصر تطهار ولله الحمد إذا رجع المنديل أو الحجر فيه أذر بول ولا غاية لا بد أن يزيد يستعمل ثلاثة أحجار في المنديل أو الحجر فيه أذر لا بول ولا غاية هذا هو السنم إذا قطع على ست إحجار مثلا ليس إذا ما يستعمل ثلاثة أحجار في المنديلين أو الحجن هذا Alliance هذا السنم